هنوصل للعلاج نيجي نشخص ونعالك ممتاز أول موضوع بسيط جدا مجرد أنه هو يذهب للطبيب يشكو له مشكلته بيبدأ الطبيب في إجراءاته البدائية اللي هي بيسمع منه الأول بيشوف أسباب المشكلة بيعمله الفحوصات اللازمة ثم يبدأ خط العلاج وإحنا بنزف بشرة لكل الرجال بيلاستسنا عشان محدش يحس إن هو في مشكلة أن علاج الضعف الجنسي أصبح دلوقتي ميسور وأصبح ناجح بنسبة ما في المياه أيا كان الوسيلة بقى سواء علاج دوائي سواء علاج جراحي أيا كان الوسيلة فهو لن يوجد على وجه الكرة الأرضية رجل عنده ضعف جنسي إلا وله علاج فأنت يبحث مجرد يبحث والطبيب هيساعدك في إيجاد الحل إن شاء الله الأسليم العجيب ستتدرج بالتأكيد هي طبعا زي أي مرض بنبدأ الأول بالعلاجات اللي بنسميها الأقل تدخلا ثم الأكثر تدخلا حتى نصل في النهاية إلى الجراح وده طبيعي في كل في طبيعة التعامل مع أي مرض أين كان يعني أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم